العوافة بتمنى ويك اند تكون كتير منيح لكل الاشخاص وين ما كانوا بلبنان وبرات لبنان. اه عم طلبك كير بس لحتى احكي بموضوع تاريخي لانه لحصت شغلة من فترة كل ما نحكي بالتاريخ منصير نبتهم انه عم عم نزور هذا التاريخ او عم نحاول نلغي كيانات اخرى خاصة لما يجي اه الموضوع عن اشياء بالتحديد تتعلق بالتاريخ اللبناني او تاريخ القديم هلا اكيد هو الحاضر هو المهم المستقبل هو المهم ولكن اه من من ينكر من ينكر تاريخه لا مستقبل له هيدا شي اه اه مبدأ عام وقاعدة صارت ليه لانه اه لولا التاريخ ما في حاضر وما في مستقبل ولولا اه الشعوب ما بتتعلم من اخطاء التاريخ ما بتحضر لبرنامج اه برنامج يعمل دولة بالمستقبل دولة يتمح للواحد وعلى كل حال كمان الاجيال الجديدة عندها مشكلة خاصة بلبنان وبالمنطقة عندهم مشكلة ليه لانه كتب التاريخ عندنا مزورة يعني ما حدا بيكتب التاريخ الا متل ما هو مبدو كل فئة بتكتب التاريخ متل ما هو على كل حال حتى ما ما طول طول بالشرح الموضوع هو عن هالكيانات وخاصة عن الكيان اللبناني بما انه فيه اه خطر وجودي عليه صراحة وصر له هالكتر الوجودي مش من هلا يعني من تاريخ تأسيسه لو انا جمان من تاريخ تأسيسه كنا عم نمرق بهايدي المشاكل وما عم نتعلم منه بس عن جد يعني الواحد يعني احساس مش احساس بالوطنية بس فيه شغلة كتير خطرة عم بتصير خاصة بيغسل الدماغ تبع الشباب وخاصة هالجنراسيون الجديدة لما نحكي عن موضوع سورية وعن موضوع لبنان بتقوم لقيامة انه اللبناني عادة بيحاول يلغي تاريخ الكيان السوري وبيحاول يعتم عليه لانه على طول نحنا هني بيتهمونا من منطلق عنصري انه هالتاريخ هيدا نحنا عم نخترعه لا كان بالنسبة للحدود الجغرافية ولا كان بالنسبة للتاريخ تابعه لبنان ان وجد منذ الازل وكلمة لبنان موجودة منذ الازل ان كان بالاكتشافات الاركيولوجية ولا ان كان بالتاريخ ولا ان كان بالكتابات اللي وردت ان كان بالديانات اللي سميت سماوية ولا ان كان بغير اشياء طيب نحنا لما نحكي عن لبنان ما بنكون عم نلغي سوريا لانه بالتاريخ ما علي وما يواخذوني كان السوريين ولا اللي بيقمنوا بنظرية سوريا الكبرى ونظرية الهلال الخصيب ونجمتها ابروس ما علي هيدا النظرية لو بدي يفوت بالعصر الحديث يعني هيدا النظرية طلعها انطون سعادي الله يرحمه وهيدا فكر بالنتيجة وهيدا نظرية منى شي مستند تاريخي ليه اولا ما في شي كان اسمه سوريا الكبرى ما كان في شي اسمه سوريا بحدود الجغرافية وكيان معترف فيه جغرافيا الا بعد اتفاقية ساكس بيكو ليه لانه اذا بتلاحظوا ما علي خلينا نحكي بالتاريخ بشفافية اذا بتلاحظوا من على ايام الاكاديين او على ايام الاشوريين او على ايام الفارسيين او الفراعني او الرومان او العباسيين او الفاطميين او الامويين او المماليك او العثمانيين ما كان في شي كيان اسمه سوريا بحدود جغرافية وما كان في شي عراق اسمه عراق بحدود جغرافية كانت مناطق كلها وكان كل احتلال عليها يقصمها لولايات ولمناطق ويتبعها يعني ما كان يعمل حدود جغرافية إلا جبل لبنان يلي هني بقولوا أنه أنتو بسألكن حق بجبل لبنان لا إلا تسمية لبنان لأنه في نيقيا كانت تشمل لبنان والساحة الكليكيا اللي سمي بساحة الكليكيا من جنوب اللي هلأ هي دولة تركية إلى جنوب عكا هيدا الساحة الكليكيا اللي هو الساحة الفنيقة ويلي هي المدن الساحلية اللي شكلت ممالك عبر العصور وكان الوحيد اللي بيتمتع بكل هذه الاحتلالات باستقلال ذاتي كان لبنان لبنان بس الوحيد اللي كان بتتمتع باستقلال ذاتي ودليل حسي على هيدا الموضوع غير الدلائل المثبتة أركيولوجيا وغيره وتاريخيا وكتابة ما كان حدا يقاوم أي احتلال إلا بالساحل تبعنا إلا سور وصيدة وبيبلوس وطرابلوس وأجاريت وأرواد علما أنه هيدا أجاريت وأرواد صحيح هلأ أنه بسوريا بس ما قالوا علاقة بالداخل اللي هلأ مسمى سوريا كانوا ساحل كليكيا وكان امتداد للساحل الفنيئي كله سوا حركات المقاومة يعني ما فيش كان اسمه مقاومة سورية للاحتلال نبو خزنصر بينما في مقاومة فينئية لاحتلال نبو خزنصر خاصة بسور يلي صمدت سبعة شهر قاومة احتلال نبو خزنصر يعني الأشوريين بوقته طيب أكتر من هيك ما في كان مقاومة للغريك يعني للفرس للليونانية لما اسكندر المقتوني اجا احتل المنطقة ما حدا قاومه إلا سور ويلي ضاينت 13 شهر بالمقاومة طيب ما شفنا مقاومة بدمشق ما شفنا مقاومة بأنطاقيا ما شفنا مقاومة بتدمر ما شفنا مقاومة بجرش ما شفنا مقاومة ببغداد بالعكس كانوا الفرس محتلين كل المنطقة مين اللي يقاوم يلي حس بالانتماء للكيان المقاومة مشو بتجي المقاومة بتجي من الانتماء للكيان فإذا المقاومات عبر العصور ما حدا كان يقاوم الفراعنة إلا بلبنان ما حدا كان يقاوم الرومان إلا بلبنان ما حدا كان يقاوم الغزوات كلها إلا بلبنان باقت ما تبقى كانوا بيخدوها أشي لفة للمنطقة هلأ لنرجع للتاريخ لما حكيت عن سوريا الكبرى كيان جغرافي ما كانش في شي اسمه سوريا وهيدا التسمي لسوريا هي أطلقوها الإغريق مثل ما أطلقوا التسمي على الشعب الفينيكس يعني على الفينيئيين لأنه هني كان عانيين قراميين شعوب الفينيكس أطلقها الإغريق كما أطلقوا التسمي على سوريا هني الإغريق سيريا أو السيريا فما كانت التسمية موجودة ولكن تسمية لبنان كانت موجودة منذ القدم من أول ما بلشت ديانة التوحدية الأولى اللي هي ديانة الكنعانية أي الإله إيه الرب لآلهة بوقتها نذكر لبنان طيب أكتر من هيك أنتونس عادي ومشال عفلة هالمفكرين الكبار يلي واحد كان بالعراق وواحد كان باللبنان انطلقوا من هالنظريات لحماية الأقليات بدماغهم هني صحيح طالبوا بالعلمانة ولكن ليش طالبوا بالعلمانة ولاش عملوا هاي دي النظرية نظرية سوريا الكبرى والهلال الخصيب ونظرية البعث الوحدة كلها ليه لحتى يحموا الأقليات المسيحية من الذوابان واللي بفكر عكس هيك بيكون مانو عارف شو كان في براسهم لما أطلقوا هاو دي النظريتان فإذا سوريا الكبرى خلقت بفكر أنتونس عادي وهلأ بيتبنوها كلهم طيب هوني بديس على السؤال أنطاقيا يلي انتزعت أو اسكندرون يلي انتزعت من سوريا ليش أمتى كان فيه كيان سوري بحدود جغرافية لحتى يقولوا أنه انتزعت من سوريا بتعرفوا أمتى انتزعت من سوريا؟ لما تكون الكيان السوري بحدوده الحالية على أيام الانتداب الفرنسي أو قبل بشوية لما صارت اتفاقية ساكس بيكو لتقاسم ولايات السلطن العثمانية فتبعوا لواء الاسكندرون لدولة اسمة سوريا بحدوده الجغرافية اللي الرمق رسميت على أيام اتفاقية ساكس بيكو وبالتالي رجعوا الحلفاء هن زيتهم اللي قسموا المنطقة إلى دول يعني سوريا العراق لبنان الأردن فلسطين رجعوا عطوها لمصطفى كمال أتاترك على شرط أنه يتعهد بأن يكون النظام السياسي علماني بتركيا مع أنه لواء الاسكندرون الفرنسوية حطوه للكيان الجغرافي السوري اللي عرف اعتبارا من سنة 1915 أي تاريخ توقيع اتفاقية ساكس بيكو فإذا ما كان شيء اسمه لأنه أنطاكيا ما كان بشيء اسمه حدود جغرافية اسمة سوريا بينما أوغاريت أرواد بيبلوس ترابلوس ترابلوس هي من أقدم الكيانات يلي عرفت النظام المجلسي يعني مجلس النواب سنة 2575 قبل الميلاد أول نظام مجلسي بالعالم بالعالم القديم المعروف كان بترابلوس وكان اسمه تريبوليس أي المدينة المثلثة ترابلوس كلمة عربت لاحقا من بعد الغزو باعتبارها من 635 هلأ في حدا بدو يطلع يقول ليه بتقول عنه غزو مش فتح انت بتقول عنه فتح أنا بقول عنه غزو ليه لأنه هذه المناطق تاريخيا كانت خاض على احتلالات غير الاحتلال العربي كانت خاض على الاحتلال الروماني كانت خاض على الاحتلال الفيرسي كانت خاض على الاحتلال الغريقي كانت خاض على الاحتلال الفرعوني كانت خاض على الاحتلال الأشوري كانت خاض على الاحتلال الأكادي فأنتاكيا ما كان تابع لكيين جغرافي اسمه سوريا بينما أرواد أغاريت يعني ساح الكليكيا ترابلو تريبوليس بيبلوس بيرحوت اللي هي بيروت صيدة سور مهودي كلهم كانوا ممالك فنقية وهيدي ما في شي اسمه برا الحضارة السورية في شي اسمه حضارة الفنيقية يلي من بيبلوس طلع الحرف الأبجادية يلي من سور راحت اليسار على كرتاج على تونس وأسست مدينة كرتاج وأسست الحضارة الكرتاجية بس هيدا حضارة فنيقية ما اسم حضارة سورية أو حضارة عراقية أو حضارة أردنية أو حضارة فلسطينية هيدا هو اللي ما نحكي بالتاريخ هيدا اللي منحكي عنه فإذا هيدا المدن السحلية عملت حضارة على سواحل البحر الأبيض المتوسط وحتى وصلت لأميركا الشمالية قبل أميركو فاسبوتشي وقبل كريستوف كولومبوس بألاف سنين خاصة أنه نوجد أثر أركيولوجي ببوستن بمساتشوشتس بأحدى الولايات الأمريكية نوجد نقد عملة نقدية مكتوب عليها اسم سور عمرها من سنة 2262 قبل الميلاد واكتشفوا أيضا كمان كتابة فينئية بالأحرف الأبجادية الفنئية فإذا ما في شي بيقول سوريين انتبهوا مش معناتها إلغاءا للكيان السوري هيدا الحكي هيدا تصحيحا للمعلومات التاريخية وعدم الانغماس بعدم الوصول للحقيقة التاريخ لأنه تعرفوا كل هالاحتلالات اللي إجت على منطقتنا ما هي ما عملت كيانات كانت مثلا ولاية فينيقي على أيام الرومان ولاية الجليل ولاية يهودية ولاية سوريا عرفتوا كيف؟ وعلى أيام العثمانية بيجي بيقل لك أنه لا سوريا كبرى لا يا خي من أنت ما العثمانيين كانوا مقصمين الدول المناطق اللي محتلينها لا ولايات يعني مثلا ولاية عكا كانت تشمل صيدة ولاية دمشق كانت تشمل وترابلوس مثلا طيب فإذا صح حيدا الحكي إذا كان أنا فيه يقول لك إذا عم تقل لي بس أنتوا قلكن حق بجبل لبنان طيب إمارة جبل لبنان توسعت لها حدود شمال حلب يعني إمارة الرهى وتوسعت لها جنوب عكا يعني معناتها بيجي بقل لك أنه حدود لبنان الجغرافية هي من شمال حلب لجنوب عكا لا لأنه هلأ صار فيه هيئة أمم المتحدة وصار فيه تكريس للحدود الجغرافية للدول فما بق فيك تجي تقول أنت السوري اللي عم بيفكر أنه لبنان محافظة من سوريا لا يا خي ما بيحق إلاك تحكي هيك لكن أنا فيه يقول أنه حلب هي محافظة لبنانية فيه يقول أنه عكا وحيفا ويافا هنه محافظة لبنانية لأنه امتدت على 36 سنة الإمارة جبل لبنان من شمال حلب إلى جنوب عكا ما فيك خي ما بق فيك طيب إذا مزبوط هيدا هيدا الفكر طبعا ليه ما بتروح بتحرر لواء الإسكندرون وبترجع أمتاكيا مع أنه أنتيوش أمتاكيا ما كانت ولا مرة تاب على شيء لدولة اسمة سوريا أبدا لأكتر من هيك ليه ما بتحرر الجولان مثلا فلأنه بالباكراون طبعا الدماغه للي بيفكر بهذا التفكير بيعرف أنه هو ما عنده انتماء لأنتيوش أو لليواء الإسكندرون لأنه ما كان فيه كيان سوري بحدوده الجغرافية وهوني مش تعصبا ولا نكرانا للحقيقة حتى فيه واحد جاهل من من اللي بيسموا حالهم سوار سوريين وبيحكي من السويد قاعد عبيحكي حتى هو قال أنه أنكم بس متصرفي جمال لبنان لأنه البقاع والشمال والجنوب سلخوا عن سوريا لا يا حبيبي ما سلخوا عن سوريا لأنه ما كان فيه كيان جغرافي اسمه سوريا بحدود جغرافية وهي دي المنطقة التاب على سوريا أو هي دي المنطقة التاب على لبنان لا لا ولا مرة كان فيه استقلال أو كيان من خمس تلاف سنة لهلأ إلا لوقت اتفاقية ساكس بيكو فما فيه تجي تقلل الشمال انسلخوا عن سوريا والبقاء انسلخوا عن سوريا لا أنا فيه يقول لك انه كل ساحل كيانسلخ عن لبنان وانسلخ عن فنقية هلا انتبهو نظرية الفنقية مش انه يعني هني نظرية متعالية وبعدين بيجي بيقولولك عن الموارنة اجوا من حوران لخي مش تقليلا من قيمتهم للموارنة الموارنة لم يأتوا من سوريا ولم يأتوا من حوران مرمرون حتى لهو من حوران ومن جبال كوروش ما كان فيه شي اسمه سوريا ليكون منها لسوريا هاي المنطقة كانت كلها مختفية ضمن الامبراطوريات المحتلة مرمرون بذاته لم تطق قدمها لبنان والموارنة لم يأتوا من حوران او من كوروش ما كان فيه شي اسمه سوريا الموارنة اللي اجعل لبنان هني 200 راهب 200 و 12 راهب بيترقسهم الراهب يحنى مارون اللي هو تلميزه للإديس مارون إديس مارون مرمرون لم تطق قدمها لبنان الرهبين اجوا نتيجة الاتهاد هوني اجوا على الهرمل وبعدين توسعوا وبشروا الفينقيين او الشعوب اللتي كانت موجودة بجبل لبنان بشرون بالدين المسيحي واصبحوا موارنة نسبة لمرمرون بس مرمرون مدعس لبنان يحنى مارون اللي اجا واسس الموارنة فلحتى ما ينقال كمان ويتم الكلام بهيدا الموضوع ويتكاتر انه ايه ما انتوا اصلكم لك يا خي ايه مرمرون اصله من حران ولكن حران لم تكن تتبع لكيان اسمه الكيان السوري بحدود جغرافية معترفية الحدود الجغرافية خلقت سنة 1915 وانتهى البيان بالنسبة لهيدا النقاش ليه بدوا يتزور التاريخ فمن هيدا المنطلق لما نحكي بالتاريخ بشكله الحالي ما منكون عم ننزم بالكيانات الاخرى خلاص هلأ صار لبنين دولة سوريا دولة العراق دولة الأردن دولة بدوا الواحد يعترف بهذه الحدود ما فيه يرجع انا ايجي قول والله هيدا الارض احتلوها العرب سنة 635 عاييام عمر من خطاب خلاص ما حطلت وصار عمر واقع ما فيه يقول كمان تركيا انه كانت الكستنطينية مع انه يعني مع انه الفكر طبعا الاجداد لانه نحنا من هذه الاجداد يعني عادة الكستنطينية ولكن بالواقع لا صارت تركيا يعني ما فينا نغير هيدا الواقع بقى فطالما ما بقى فينا نغيره هيدا الواقع وطالما بدنا نعترف فيه بكل واحد بده يعترف باستقلالية دولته ما فيه تجي تتعدى على دولتي وتقلي هيدا شقفة من سوريا وهيدا شقفة من سوريا وهيدا شقفة من فلسطين لا يا خي لا نسيه هيدا الفكر هلا انا بعترف بدولتك سوريا قائمة بحد ذاتها وهي عضو لعضو بالأمم المتحدة كمان لبنان دولة قائمة بحد ذاتها معترف فيها بالأمم المتحدة ما بقى فيك تحكيني من قبل اكيد بحكي بالتاريخ انا ولكن ما فيه اجي غير الواقع بقى خلاص فله السبب لما نحكي بهذه المواضيع معلاش يا شباب بوصبايا بسوريا ما تخدوها بمنحة انه اللبناني بفكر بطريقته انه هو سوبريرو اراضي من لبنان هي شقفة منك لا يا خي ما فيك تسمعني اياها لانك انت ما كنت كيين جغرافي قائم بحد ذاتك بحدود فما فيك تجي تقلي هاك وما فيك تجي تزركني لانه انا بعرفه للتاريخ وبصير بدي سلسلة التاريخ كله سوا فهيدا هو اللي كنت بدي احكي بهيدا الموضوع فرجاء لما نحكي بمواضيع العلاقة بالتاريخ مش معنات عم عم نطالب بإلغاء الكينات الاخرى هيدا هي القصة كله سوا ومشوفكن ساعة تسعة ونص بتوقيت الجبل مجددا لقونا اشتركوا في القناة